بسم الله الرحمن الرحيم أبنائنا الأعزاء طلبة وطلبات الصف الثالث السنة والزراعي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الحاصلات الزراعية ومادة محاصيل الحقل في الحلقة اللي فاتت احنا تكلمنا مع بعض عن التحديات البيئية التي تواجه قطاع الزراعة في مصر وتكلمنا عن أهم التحديات البيئية كانت بخصوص التنوع الحيوي وصيانة التنوع الحيوي والتغيرات المناخية التي تحدث في مصر دي من أهم النقطتين اللي هم من التحديات البيئية التي تواجه قطاع الزراعة عندي في مصر النهاردة هنتكلم عن موضوع شيك شوية ومن قطر الأهمية بتاعته الواحد يقعد يفكر فيه خمسين مرة مش خمسين مرة ميت مرة علشان يقدر يوصل لمحتوى الموضوع ده ألا وهو تأثير انتاج الطاقة من الوقود الحيوي على توفير الغذاء والتوسع الزراعي وعلاقة ذلك بتوفير الغذاء في مصر تأثير انتاج الطاقة من الوقود الحيوي على توفير الغذاء ايه هو الوقود الحيوي؟ حاجة شديدة يعني ايه وقود حيوي؟ طيب احنا نشوف مع بعض الفيديو ده هيوضح لنا شغل المصانع زمان كان قايم على الوقود الحفوري اللي هو ايه طالع النفط اللي احنا كنا ايه بنعرفه باسم ايه النفط سواء كان بنزين او ايه او كلام ده ولكن دلوقتي طالع عندي حاجة اسمها الوقود الحيوي ان انا بطلع وقود اشغل به المصانع والعربيات عن طريق الحاجات ايه الزراعية والمحاصيل ايه الزراعية واصبح الوقود الحيوي من اهم مصادر الطاقة اللي موجود عندنا في العالم ليه من اهم مصادر الطاقة اللي موجودة عندنا في العالم لان على سبيل المثال هناخد مثل بسيط حصل عندنا هنا في مصر فاثناء بمناسبة ذكرى اكتوبر وانتصارات اكتوبر من اهم العوامل اللي ساعدتنا على الانتصار في حرب اكتوبر ان الدول العربية اطعت البترول عن الدول ايه الغربية فبدأت الدول الغربية تفكر ازاي ان لو حصل مشكلة زيدية وحد اطع عنها البترول تقدر تشغل المصانع بتاعتها وتبدأ تواصل انتاجها وتبدأ تواصل ايه حياتها علشان الحياة عندها ايه ما تتوقفش فبدأت تنتج الوقود الحيوي من المحاصيل الزراعية زي محصول الامحة الجرتوفا الكنولا دوار الشمس كل دي محاصيل بدأت ايه الدول الاوروبية تستخدمها في انتاج الوقود الحيوي الخاص ايه عندها فاحنا دلوقت حصل اقبال على الوقود الحيوي بسبب ايه بسبب ان الوقود الحيوي النظيف بيديني بيقى ايه نظيفة التلوثات بتاعته ايه مش كتير فهنعيش مع بعض النهاردة في حلقتنا اللي احنا هنتكلم عنها اللي هو انتاج الوقود الحيوي وازاي بيتم انتاج هذا الوقود من خلال المحاصيل الزراعية اللي موجودة ايه عندي تعالوا نشوف مع بعض اهم الخطوات الاول تعريف الوقود الحيوي هو انتاج الطاقة من الكائنات الحية سواء النباتية محاصيل منزرعة او نباتات ايه طبعية او الحيوانية منها يعني الوقود الحيوي دلوقت بياخده من المحاصيل المتزرعة او ايه الحيوانات طيب الحيوانات باخدها ازاي على سبيل المثال هقولك احنا هنا في جمهورية مصر العربية طبقنا تجربة اسمها تقربة البيو جاز ايه هو البيو جاز انك انت بتاخد مخلفات الحيوانات والروس وبتنتج منه غاز زي الغاز الطبيعي كده بتبدأ تستخدمه ايه في الاستهلال يبقى هنا انا عندي الوقود الحيوي هو انتاج الطاقة من الكائنات الحية سواء النباتية محاصيل منزرعة او نباتات طبعية او الحيوانية ايه منها تعالوا نشوف مع بعض الخطوات بتاع تصنيع الوقود الحيوي في الفيديو اللي هو جاي ده ونشوف الشغل بتاعه صنع الوقود الحيوي بيتم ازاي صنع الوقود الحيوي زي حضراتكم ما شايفين في الفيديو مسدس دلوقت مش بياخد بنزيم ده المسدس ده بياخد ايه بياخد وقود حيوي بيحط في التانك بتاع ايه العربية بتاعتنا ونبدأ نمشي ايه بيها بيتكون من ايه اطلعوا من الامح من الدورة من البنجر او اطلعوا من المحاصيل الزيتية الكانولة الفولوسوية او دور الشمس او اطلعوا من النباتات ايه الطبعية والمخلفات ايه العضوية ده شكل زي ما حضراتكم بيشايفين بيلخص لنا اهم المحاصيل اللي هي ممكن تدخل في انتاج الوقود الحيوي عندنا ممكن اخذه من الحاجات العضوية الحيوانية او من النباتات او المجموعة المحاصيل ايه المنزرعة هنتج منها الزيت والوقود اللي هشغل به المصانع وشغل به ايه العربيات ركزوا معنا في الفيديو علشان خاطر كل معلومة هتشوفها ايه في الفيديو هتفيدك من ناحية الكائنات او المحاصيل اللي هي بيتم استخدامها في انتاج الوقود ايه الحيوي احنا دلوقت خلصنا نخش على مبادئ المائدة المستديرة عن الوقود الحيوي المستدام المائدة المستديرة حطت عدة مبادئ لما لاقت الناس كلها او الدول كلها بدأت تتاجه الى انتاج الوقود الحيوي وبدأ يحصل عندنا نضرة في الغذاء وبدأ تحصل مجاعات في بعض الدول لنتيجة ان كمية الامح اللي كانت بتفيد للدولة بدل ما تصدرها الناس تتغذى عليها او الدول التانية تتغذى عليها اخدناها وبدأ الدول دي تصنع منها الوقود الحيوي فأثرت ايه علينا في الانتاج وفي الحياة كلها طيب المائدة المستديرة لما اجتمعت اتخذت عدة مبادئ عن الوقود الحيوي ايه المستدام تعالوا نشوفهم مع بعض نقطة نقطة رقم واحد اتباع انتاج الوقود الحيوي للمعاهدات الدولية والقوانين الوطنية المنظمة مثل جودة الهواء ومصادر المياه واساليب الزراع وشروط ايه العمل يبقى اول حاجة اتباع انتاج الوقود الحيوي للمعاهدات ايه الدولية مش هنسيب اي دولة تنتج كده وخلاص بمذاكها اللي هي ايه عايزة لا ده فيه قوانين وقوانين وطنية منظمة ايه لجودة الهواء ومصادر المية واسليب الزراعة وشروط ايه العمل لان لو كل دولة كده بدأت تشتغل بمزاكها وتصنع بمزاكها اصبحنا هنا اصبحنا ايه في غابة هنا القوي هيكل ايه الضعيف النقطة اللي بعد كده تصميم وتنفيذ عمليات انتاج الوقود الحيوي بحيث تشمل على جميع اصحاب المصالح في عمليات التخطيط والمرقبة يبقى تصميم وتنفيذ عمليات انتاج الوقود الحيوي بحيث تشمل على جميع اصحاب المصالح في عمليات التخطيط والمرقبة يعني اي دولة هتنتج وقود حيوي هتخضع لعملية التخطيط ايه والمرقبة وكل قوانين ايه المراقبة عشان خاطر نشوف الشغل بتاعها ماشي ازاي هل هي متابعة المعايير الدولية والتخطيط اللي هو تم في شأن انتاج الوقود الحيوي ولا هي بدأت تخالف وتعمل ايه حاجة النقطة اللي بعد كده يقلل الوقود الحيوي من انبعاثات الغازات مقارنة بالوقود الاحفوري البترولي يبقى يقلل الوقود الحيوي من انبعاثات الغازات مقارنة بالوقود الاحفوري او الوقود ايه البترولي عدم انتهاك انتاج الوقود الحيوي من حقوق الانسان او حقوق العمال والتأكد على العمل اللائق ورفاهية العمال والحطة النقطة دي مهمة جدا يبقى من مبادئ المائدة المستديرة عدم انتهاك انتاج الوقود الحيوي من حقوق الإنسان يعني ما اخدش الغذاء كله وانتج بيه وقود حيوي واسيبين الناس تموت من الجوع أو حقوق العمال بمعنى أننا الوقود الحيوي بيحتاج عمليات تخمر ما بيحتاجش عمالة كتيرة يبقى أنا هاركن كده العمال في البيت ما يلاقوش يقله علشان أنتج إيه انتاج وقود حيوي وتأكد على العمل اللائق ورفاهية إيه العمال لابد ان اللي يشتغل في انتاج الوقود الحيوي يكون عنده ليه رفاهية معينة في الشغل والعمل بتاعي يكون عمل إيه لائق مساهمة الوقود الحيوي في التطور الاقتصادي والاجتماعي للدول والمدد والمناطق القراوية والمواطنين يعني الوقود الحيوي اللي هو هيتم إنتاجه ما يخدمش حاجة بس يساهم الوقود الحيوي في التطور الاقتصادي والاجتماعي للدول وايه والمدن والمناطق القراوية وايه والمواطنين بحيث أننا رجل دلوقتي قاعد في قرية ما يكونش عندي على سبيل المثال زمان كنا لما نجي للمدينة نشوف الغاز الطبيعي نسمع عن الغاز الطبيعي ايه هو الغاز الطبيعي؟ ما نعرفش عنه حاجة لكن دلوقتي في مبادرة حياة كريمة بدأت الغاز الطبيعي نستعرف ايه هو الغاز طبيعي النقطة اللي بعد كده عدم تأثير إنتاج الوقود الحيوي على الأمن الغزائي طبعا النقطة دي مهمة جدا 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 اللي هو عدم تأثير إنتاج الوقود الحيوي على الأمن الغزائي طبعا أنا عندي في الغزاء حاجة اسمها أمن غزائي وأمان غزائي أمن غزائي إن أنا أقدر أوفر أكلي أقدر أوفر استهلاكي من الغزاء أمان غزائي إن أنا أجيب الحاجة اللي هي مدة صلاحية بتاعتها صالحة وتكون متعبية تعبية كويسة ده اسمه أمان ولكن الأمن الغذائي أن أنا أقدر أوفر كميات اللي هي لازمة لاستهلاك أسرتي لفترة زمنية ممكن لشهرين أو ثلاثة أو لسنة كاملة لكن الأمن الغذائي أن أنا أستخدم المنتجات الغذائية اللي هي مدة صلاحية بتاعتها سارية متغلفة بإغلاف كويس أو متعبئة تحت نظام كويس تعالوا نشوف مع بعض النقطة اللي بعد كده تجنب إنتاج الوقود الحيوي التأثيرات السلبية على النظم البيئية والتنوع البيئي والحفاظ على المناطق ذات القيمة البيئية العالمية يبقى تجنب إنتاج الوقود الحيوي التأثيرات السلبية على النظم البيئية والتنوع البيئي والحفاظ على المناطق ذات القيمة البيئية العالمية تشجيع إنتاج الوقود الحيوي على الممارسات التي تؤدي إلى تحسين التربة والتقليل من تدهورها يبقى تشجيع انتاج الوقود الحياوي على الممارسات التي تؤدي إلى تحسين التربة والتقليل من تدهورها طبعا تحسين التربة اللي هي تحسين خواص التربة أننا حافظ على الخزب بتاع التربة بتحتي ما يعملهاش عملية إيه إجهال علشان ما تتحولش معايا من صفات الخصوبة إلى صفات التدهور وتأثرلي على انتاجية المحاصيل بعد كده النقطة اللي بعد كده استخدام المياه السطحية والجوفية بالشكل الأمثل والحرص على عدم استنزاف المياه الجوفية يعني أنا هستخدم المياه السطحية والجوفية بالشكل الأمثل والحرص على عدم استنزاف المياه الجوفية أنا بشيل المياه الجوفية ما جيش عندها لأنه دي مستقبل الأجيال اللي جاي تقليل التلوث البيئي إلى الحد الأدنى تقليل التلوث البيئي إلى الحد الأدنى يعني ايه تقليل التلوث البيئي إلى الحد الأدنى إلى الحد الأدنى يعني أنا ما أعملش مصانع بتطلع حسن أكسيد كربون كتير أو بتنتج عوادم كتيرة زي العربيات مصانع العربيات والحاجات دي اللي تكون قريبة من المدن علشان أحد من التلوث البيئي كذلك الأمر أنه ما يرميش المخلفات بتاعت المصانع سواء في الأنهار أو في الأراضي الزراعية اللي بتأثر لي على الأراضي بعد كده والإنتاج المحاصيل إنتاج أنواع الوقود البيولوجي البيولوجي بأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة مع الالتزام بتحسين كفاءة الإنتاج والأداء في جميع مراحل تقييم أداء الوقود الحيوي عدم انتهاك انتاج الوقود الحيوي حقوق ملكية الأراضي لكل واحد اللي نحق في ملكية الأرض بتاعته ما تتعداش إيه عليها ونلتزم بحقوق ملكية إيه الأراضي سواء كانت أراضي أشخاص أو أراضي إيه دولة العوامل التي تساهم في أزمة الغذاء إيه هي العوامل التي تساهم في أزمة الغذاء تغير المناخ مما يؤثر على السياسة الزراعية التصحر وعدم توفر الغطاء النباتي للمحافظة على الرقعة الزراعية وإحنا عرفنا التصحر إنه هو عملية التدهور اللي بتحصل للأراضي إيه الخزبة أو الأراضي الزراعية الخزبة ويحصل لها عملية تدهور أو فجدان للخصوبة أو انخفاض في كمية إيه الإنتاج سوء الإدارة للمزارع والأراضي الزراعية المتاحة طبعا سوء الإدارة ده حاجة بنقول على كده مصيبة سودة لوحدية إنه ممكن مدير المزارع يشتغل بشغل إيه حسب مزاجه هو ما يتبعش تعليمات ما بيتبعش كواعد الأمن والسلامة وتحصل حاجات كتير يؤدي إلى خسارة إيه المزارعة سواء ممكن في العمالة أو ممكن إيه في إنتاجية المحصول عدم القدرة على تطوير الاستثمارات لاستصلاح الأراضي القابلة للزراع نضرة المياه وعدم التحول إلى نظم الرأي الحديثة وخاصة في الأراضي الجديدة الزيادة السكانية المطردة وارتبطها بالوادي القديم دون توفير فرص عمل حققية بمعنى أن كل المحافظات محافظات الوادي كل واحد بيتجوز وجاب ولدين أو ثلاثة عايز كل ابن من أبنه قاعد جنبيه مش عايز أي حد يطلع يشتغل بره أو يبعد إيه بعيد عن بلده أو بعيد عن المنطقة بتاعته فأصبح أنا عندي زيادة سكانية مترضة الوادي دلوقتي عندي إتمالة فأنت دلوقتي علشان تمشي في شوارع القهرة مش قادر تمشي من كتر زيادة إيه سكانية ولكن لما يحصل توسح في الأراضي الصحراوية الجديدة هنبدأ نسحب الزيادة السكانية ديه بعيد عن الشوارع الأماكن إيه الجديدة يبقى الزيادة السكانية المطردة وارتبطها بالوادي القديم دون توفير فرص عمل حققية وسائل مواجهة مشكلة الوقود والأمن الغذائي في مصر إيه هي الوسائل؟ زيادة المساحات المنزرعة بالمحاصيل الزيتية اللي هي دور الشمس الفل السوداني السمسم لأن المحاصيل ديه من أهم المحاصيل اللي بتدخل في إنتاج الوقود الحيوي التوسح في زراعة الحبوب اللي هو القمح والزورة الشامية سواء كان زورة رفعة وزورة شامية ومحصول الأرز برضو ديه المحاصيل بتدخل زي ما شفناه في الفيديو اللي فات في إنتاج الوقود الحيوي ثلاثة استخدام مصادر جديدة للطاقة عوضا عن البترول ومصادر الطاقة المتجددة إيه هي مصادر الطاقة الجديدة والمصادر الطاقة المتجددة إن أنا ممكن أستخدم مصادر الطاقة اللي هي خاصة بالرياح الطاقة المنتجية من الرياح أو الطاقة الشمسية عوضا عن الطاقة اللي هي نتجة إيه من المنتجات البترولية أربعة استخدام المخلفات الزراعية لإنتاج الكحول طب إيه هي المخلفات الزراعية اللي أنا بنتج منها الكحول اللي هو بقايا بنجر السكر بعد تصنيعه لقصب سكر برضو مصاصط الأصب وبعض الحاجات اللي هي بتطلع منتجات سنوية عن طريق تصنيع أصب السكر للسكر منهم بيطلع الكحل ولا سيما قشل الرز المسبب الرئيسي للسحابة السوداء زي ما احنا اتفقنا وتكلمنا قبل كده أن المزارعين زمان كانوا بيجي بعد عملية ضم الرز بيجي مولع فقش الرز فكان بيعمل سحابة سوداء غطت الكهراء وعملت عندنا مشاكل فترة طويلة النقطة اللي بعد كده أسباب الإقبال على الوقود الحيوي إيه هو السبب اللي هيخليك تقبل على الوقود الحيوي وإيه السبب اللي هيخليك تزرع المحاصيل ديت علشان تنتج وقود حيوي رقم واحد رخص تكلفته وإمكانية إنتاجه في أي وقته في أي بقعة من الأرض بسبب توافر موارده الأولية ثلاثة نظافة الوقود الحيوي وعدم إضراره بالبيئة أو المناخ ثلاثة إطلاق محتوى أقل من ثاني أكسيد الكربون المسبب الرئيس للاحتباس الحراري ومن الرصاص ومن الرصاص أحد العناصر إيه السمة أربعة استصلاح كثير من الأراضي الصحراوية وزراعتها بالمحاصيل المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي وخصوصا محاصيل الأراضي الجديدة زي محصول الفول السوداني اللي نقدر أزرعه في الأراضي الرملية علشان خاطر أقدر أستخدمه في إنتاج إيه الوقود الحيوي يبقى هي ديت أسباب إقبال الناس على الوقود إيه الحيوي اللي هو رخص التكلفة نظافة إيه الوقود إطلاق محتوى أقل من غاز ثاني أكسيد الكربون استصلاح كثير من الأراضي الصحراوية وزراعتها بالمحاصيل المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي خمسة خلق فرص عمل جديدة ودعم وتنشيط صناعات كثيرة مرتبطة بالزراعة مثل صناعة الأسمدة والمبيدات الحشرية وغيرها من المدالات ستة دعم خطط التنمية المستدامة في الدول النمية وخفض معدلات الفقر والجوع وتوفير مصادر الطاقة يعني هنا هيخلق فرص عمل جديدة وهيدعم خطط التنمية المستدامة في الدول النمية الخطوات العملية التي بدأتها مصر لإنتاج الوقود الحيوي مصر عشان تنتج وقود حيوي زيها زي الدول المتقدمة بدأت تتخذ بعض الخطوات التي تنتج بها الوقود الحيوي كان أهم هذه الخطوات معنا زيادة نباتات الجطروفة في منطقة الأكسر في مساحة 1500 فدان اعتمادا على مياه الصرف الصحي المعالجة بدون تسميت بالتعاون مع وزراتي الزراعة والبيئة يعني أنا نباتات الجطروفة اللي حضراتكم شايفينه في الصورة ده بيتزرح في منطقة الأكسر مصرور في مساحة 1500 فدان 1500 فدان أرادت استصلاحة جديدة أخذنا مياه الصرف بعد المعالجة بتاعتها بدون تسميت وبدأنا نزرع بها نباتات الجطروفة طبعا ده بالتنصيق بين وزارة الزراعة ووزارة البيئة إنشاء مصنع لإنتاج الوقود الحيوي الصلب من المخلفات الزراعية وخاصة كشر الرز في محافظة الشرقية يعني إحنا عندنا تم إنشاء مصنع لإنتاج الوقود الحيوي الصلب من المخلفات الزراعية وخصصا كشر الرز في محافظة الشرقية فإحنا كده عندنا منطقين هوات تعرفنا عليهم لإنتاج الوقود الحيوي منطقة الأكسر في 1500 فدان تزرعوا جطروفة وعندنا مصنع لتدوير المخلفات الصلبة اللي هي خصب أشر الرز في محافظة الشرقية وتم إنشاء مصنع بشمال محافظة الده أهلية بطاقة إنتاجية 50 ألف طن كشر أرز سنويا يعني أنا عندي هنا المصنع الثاني في شمال محافظة إيه؟ الده أهلية في المنصورة بإنتاج 50 ألف طن كشر رز إيه سنويا يعني إحنا بدأنا نتغلب على مشكلة السحابة السوداء إن إحنا نسحب من الفلاحين كشر رز بدأ المكان بيولح فيه ويعمل إيه؟ سحابة سوداء أصارت لها الكهرة والمحافظات بدأت أخدها كده وصنع منها وقود إيه؟ حيوي فين؟ في المصنع بشمال إيه؟ محافظة الده أهلية بطاقة إنتاجية 50 ألف طن كشر إيه؟ سنويا النقطة اللي بعد كده تأثير الوقود الحيوي في ارتفاع الأسعار العالمية طبعا إن دلوقتي عندي أمح الأمح ده أنا أخدته أن تكتبه وقود إيه؟ حيوي إذن كمية الأمح المعروضة اللي أنا هستخدمها في غزية الإنسان أصبحت كمية إيه؟ قليلة فإحنا عايزين أمح نجيب أمح منين ما فيش فبتضطر الدول ترفع أسعار الأمح علشان تقدر توفر احتياجاتها من الأمح عن طريق إيه؟ الاسترات تعالوا نشوف التأثير رقم واحد ارتفاع أسعار المواد الخام الداخلة في إنتاج الوقود إيه؟ الحيوي مثل الزرة وفلسوية وزيت النخيل اتنين اجتداد التنافس على الأرض الزراعية لتخصيصها لإنتاج الوقود الحيوي أو لإنتاج الغزاء ثلاثة تعريض الأمن الغزائي العالمي للأخطار نتيجة إنتاج إيه؟ الوقود الحيوي من المحاصيل الزراعية المستخدمة في غزاء الإنسان أربعة زيادة استهلاك المحاصيل الغزائي عن 50% بسبب الوقود الحيوي بالرغم من إن إنتاجيته لا تتعدى 3% من إجمال الوقود السائل يعني 3% وقود بتستهلك دولة بتاخد أصده 50% من إن من المحاصيل الغزائية اللي هيستخدمها إيه؟ الإنسان فبالتالي ده بتأثر الأسعار العالمية إيه؟ للمحاصيل كلها التوسع الزراعي وعلاقة ذلك بتوفير الغزاء في مصر يعني إيه توسع الزراعي؟ نقف عند النقطة دي وعند العنوان ده ونفكر كويس ليه؟ لأن أنا هسمح هنا كلمتين عن التوسع الزراعي عندي توسع زراعي أفقي وتوسع زراعي رأسي طيب أنا يا مصر ماسك ورقة الامتحان بتحتي وبحل وقال جالي سؤال بيقول أذكر أو عرف التوسع الزراعي الأفقي أو التوسع الزراعي الرأسي طيب أنت أول ما يجي لك أحد التعريفين كده توقف اتجاه رأسك فيه؟ يعني كده توسع الزراعي رأسي يعني إيه؟ بزود انتاجية الفدان برفع انتاجية الفدان يبقى التوسع الزراعي الرأسي أن أنا بزود انتاجية الفدان لو الفدان عندي بيجيب عشر أردب لا في الحالة دي نرفع الانتاجية بتاعته بانتاج أصناف جديدة ومعادلات تسمدية جديدة يزود للخمستاشر إيه؟ أردب طيب لما أقول توسع زراعي أفقي أفقي وانت ماشي كده تمام؟ يبقى إحنا بنتكلم عن توسع زراعي في المساحة المنزرعة لما نتكلم على أفقي يعني خاص إيه بالأرض؟ ماشي إيدك على سطح الأرض؟ يبقى خاص بالأرض يبقى كده هزود المساحة المنزرعة لما نتكلم عن توسع زراعي الأفقي هو زيادة المساحة المنزرعة لكن توسع الزراعي الرأسي زيادة إيه؟ إنتاجية الفدان تعالوا نشوفهم مع بعض في التعريفات التوسع الزراعي الأفقي هو زيادة المساحة المنزرعة بإستصلاح مساحات في الأراد الجديدة أقابلة للزراعة يبقى توسع الزراعي الأفقي هو زيادة المساحة المنزرعة باستصلاح مساحات في الأراضي الجديدة قبل إيه للزراعة طيب التوسع الزراعي الرأسي قال لك هو زيادة غلة الفدان من وحدة المساحة باستنباط أصناف جديدة عالية الإنتاج هو زيادة غلة الفدان من وحدة المساحة باستنباط أصناف جديدة عالية الإنتاج عندي صنف أمح يدين 15 أرداب للفدان لا أطور صنف ده وانطق صنف جديد يديني 20 أرداب إيه للفدان إذن في الثلاث فددين يديني محصول فدان إيه زيادة عن الصنف إيه اللي فات تعريف الفجوة الغذائية فكر معاي يعني إيه فجوة